بسم الله الرحمن الرحيم حصتنا لليوم رح تكون حل تمرين ومسائل صفحة 202 واللي بتحتوي على تطبيقات على المتطابقات اللي تعلمناها جميعها اللي هي متطابقات مجموع جايبين أو جتيين أو الفرق بينهم متطابقات مجموع زاويتين أو الفرق بينهم ومتطابقات نصف الزاوية ومتطابقات ضعف الزاوية السؤال الأول لهذا الدرس دون استخدام الآلة الحاسبة جد قيمة كل مما يلي أول فرع ألف جتا 50 جيب 80 جيب 50 جيب العشرة أول شغلة اللي لازم ننتبه لإلها أن الزاوية 50 موجودة بالحد الأول وبالحد الثاني ووحدة جتا ووحدة جيب فالأمور تمام المشكلة بالـ 80 وبالعشرة لازم نفكر كيف لازم نحول التمانين والعشرة لنفس الزاوية رح نتذكر مع بعض واحدة من الخصائص أنه جيب الزاوية يساوي جتا متممتها أما جتا الزاوية يساوي جيب متممتها رح نطبق هاي الخاصية على جيب العشرة جيب العشرة يساوي جتا متممتها شو متممتها العشرة تسعين ناقص عشرة يساوي تمانين فجيب العشرة هي نفسها جتا الثمانين هلأ رح أبد المكان جتا خمسين وجيب الثمانين عشان احنا لازم نبدأ بالجيب دائما جيب تمانين جتا خمسين ناقص جيب خمسين جتا تمانين بصير عنا متطابقة جيب فرق بين زاويتين تمانين ناقص خمسين تلاتين فبصير الجواب عنا جيب التلاتين يعني نص فرع بابي هذا السؤال جتا السبعين جتا الخمسة وعشرين زائد جيب السبعين ضرب جتا الخمسة وستين نفس الطريقة الخمسة وعشرين وخمسة وستين لازم نوحدهم لنفس الزاوية جتا الخمسة وستين يساوي جيب متممتها يعني جيب التسعين ناقص خمسة وستين يعني جيب الخمسة وعشرين صارت العبارة جتا سبعين جتا خمسة وعشرين زائد جيب السبعين جيب الخمسة وعشرين بطلع عن الجواب جتها الفرق بين الزاويتين 70 ناقص 25 يعني جتها 45 و 40 و يساوي 1 على جذر الثنين فرع جيم لهذا السؤال 2 جتها ربيع πي على 12 ناقص 1 احنا ما منعرف قيمة πي على 12 بس منعرف قيمة ضعف πي على 12 اللي هي πي على 6 πي على 12 ضرب 2 بيساوي πي على 6 2 جتها ربيع ناقص 1 دائما بتذكرنا بمتطابقة ضعف الزاوية جتها ضعف الزاوية فبتصير جتها 2 ضرب πي على 12 يعني جتها πي على 6 شو جتها πي على 6؟ جذر الثلاث عدتين فرع دال لهذا السؤال جيب πي على 8 نحنا برضه ما منعرف جيب πي على 8 πي على 8 مش من الزوايا المشهورة بس ضعف البي على 8 من الزوايا المشهورة اللي هي πي على 4 بطبق قانون جتها ضعف الزاوية لأنه نحنا اتفقنا في كل مرة عندي نص الزاوية رح أجيبها من قانون جتها ضعف الزاوية بحط جتها πي على 4 بيساوي 1 ناقص 2 جيب تربيع πي على 8 تذكروا أن هذا قانون ضعف الزاوية افرضوا أن الزاوية πي على 4 هي 2 سين الزاوية تبع جيب تربيع رح تكون سين اللي هي نصها فنصي πي على 4 πي على 8 على أي أساس اخترت هذا لأن المطلوب من عندي جيب فأنا لازم أحطه بدلالة الجيب هلأ جتها πي على 4 و 1 على جذر 2 يساوي 1 ناقص 2 جيب تربيع πي على 8 بحل المعادلة بنقلل 1 على الطرف الثاني بتصير سالب 1 بضرب المعادلة بسالب نص عشان تختفي السالب 2 جنب جيب تربيع بضرب السالب بالبسط أو بالمقام ما بفرق والتنين طبعا بالمقام فبصير عندي الجواب جذر 2 ناقص 1 على 2 جذر 2 هاي قيمة جيب تربيع πي على 8 أنا ما بدي جيب تربيع أنا بدي جيب فباخد جذر تربيع للطرفين طبعا الموجب سالب بس بالأخير الجواب اللي أخدته الموجب ليش؟ لأن الزاوية πي على 8 زاوية حادة بالربع الأول فجيبها قيمته موجبة فرع هالي هذا السؤال ظل 5 باي على 12 يا إما منطبق تطبيق مباشر على قانون ظل نصف الزاوية أو منقدر نجيب نصف الزاوية وجتها نصف الزاوية اللي هي 5 باي على 6 والأسهل هو أني أكتشف أن هذه الزاوية هي 75 وهي عبارة عن مجموعة 45 و30 فبستبدل 5 باي على 12 بظل باي على 4 زائد باي على 6 وبطبق قانون ظل مجموع زاويتين فبيطلع معنا ظل البي على 4 زائد ظل البي على 6 على 1 ناقص ظل البي على 4 ضرب ظل البي على 6 يعني 1 زائد 1 على جذر الثلاثة على 1 ناقص 1 على جذر الثلاثة من 1 مقامات والبسط بالمقام بضللنا جذر الثلاثة زائد 1 على جذر الثلاثة ناقص 1 السؤال الثالث أثبت صحة كل من المتطابقات الآتية أول فرع جتت 2 سين على 1 زائد جيب 2 سين بساوي ظطة سين ناقص 1 على ظطة سين زائد 1 أول خطوة بحط المتطابقات تبعون ضيف الزاوية اللي هما جتت 2 سين باستبدلها بجتة تربيع سين ناقص جيب تربيع سين وجيب 2 سين تساوي 2 جيب سين جتها سين البسط ممكن تحليله طب كيف فكرنا بالتحليل؟ لأن نحن الأس تبع ظطة يساوي 1 فواضح أنه لازم نتخلص من التربيع منحل للبسط جتة تربيع سين ناقص جيب تربيع سين فرقبهم ربعين بسير جتة سين ناقص جيب سين جتة سين زائد جيب سين هلأ منفكر بالمقام الواحد هي جيب تربيع سين زائد جتة تربيع سين ببدل بين جتة تربيع سين و 2 جيب سين جتة سين فبتصير العبارة جيب تربيع سين زائد 2 جيب سين جتة سين زائد جتة تربيع سين هاي عبارة تربيعية يمكن تحليلها تحليلها عبارة عن جيب سين زائد جتة سين ضرب جيب سين زائد جتة سين باختصر جتة سين زائد جيب سين مع جيب سين زائد جتة سين بظل عندنا جتة سين ناقص جيب سين على جيب سين زائد جتة سين هلأ من هاي النقطة في طريقتين للحل الطريقة الأولى إني أقسم كل الحدود على جيب سين وهذه الطريقة اللي رح أشتغل فيها هون أما الطريقة الثانية فهي إني أمسك الطرف اليسار وأبدأ شغل فيه يعني أحول الضتة لجتة على جيب وأوحد مقامات وأختصر المقام مع المقام فبطلع معنا جتة سين ناقص جيب سين على جيب سين زائد جتة سين فبصير الشغل اللي اشتغلناه بالطرف اليمين نفسه الشغل اللي اشتغلناه بالطرف اليسار ولكن الطريقة المختلفة اللي رح نشتغل فيها اليوم اللي هي قسمة كل حد من الحدود على جيب سين السؤال اللي عم باختر ببالكم هلأ شمعنا جيب سين ما فكرنا بإشي تاني هلأ جيب سين لأنه أنا بدي ضتة وأنا عندي جتة بالبسط فرح أجيب ضتة من خلال الجيب بالمقام فبصير عنا جتة سين على جيب سين ناقص جيب سين على جيب سين جيب سين على جيب سين زائد جتة سين على جيب سين أول حد بيصير ضتة تاني حد بيصير واحد بالمقام الحد الأول بيصير واحد والحد الثاني بيصير ضتة وهو المطلوب في رعبة ظل سين يساوي 1 ناقص جتة 2 سين على جيب 2 سين أول خطوة منستبدل جتة 2 سين وجيب 2 سين من الطرف الثاني بجتة تربيع سين ناقص جيب تربيع سين ما مننسى الأقباس وبالمقام 2 جيب سين جتة سين هدول متطابقات ضعف الزاوية منوزع السالب بتصير 1 ناقص جتة تربيع سين زائد جيب تربيع سين على 2 جيب سين جتة سين 1 ناقص جتة تربيع سين يمكن استبدالها بجيب تربيع سين بجمع جيب تربيع مع جيب تربيع بيصيروا 2 جيب تربيع سين على 2 جيب سين جتة سين نختصر الـ 2 وجيب من البسط مع جيب من المقام بضللنا جيب بالبسط وجتة بالمقام معنا جيب سين على جتة سين يساوي ظل سين وهو المطلوب في رعجيم ظل 2 سين يساوي 2 على ظتة سين ناقص ظل سين نبدأ بالطرف اليمين بمتطابقة ضعف الزاوية 2 ظل سين على 1 ناقص ظل تربيع سين نقسم كل حد على ظل سين ليش نرح نقسم على ظل سين عشان البسط لازم تختفي من الظل فأنا عشان أخلص من الظل بالبسط رح أقسم على ظل بيصير عنا 2 ظل سين على ظل سين هذا البسط أما المقام 1 على ظل سين ناقص ظل تربيع سين على ظل سين البسط 2 ظل سين على ظل سين بيعطونا 2 أما المقام 1 على ظل سين هي نفس الظتة وظل تربيع سين على ظل سين هي الظل فمعنا بيضل عندنا 2 على ظتة سين ناقص ظل سين وهو المطلوب فرع دال 4 جتة تربيع سين ناقص جيب تربيع 2 سين يساوي 4 جتة أس 4 سين أول إشي ببدأ من الطرف اليمين من الزاوية 2 سين بحول جيب تربيع 2 سين لمتطابقة جيب ضعف الزاوية اللي هي 2 جيب سين جتة سين طبعا ما مننسى إنها كلها تربيع فبصير عندنا 4 جتة تربيع سين ناقص 4 جيب تربيع سين جتة تربيع سين من أين إجت الأربعة اللي هي 2 أس 2 فبصير عندنا 4 جتة تربيع سين ناقص 4 جيب تربيع سين جتة تربيع سين بناخد عامل مشترك 4 جتة تربيع سين بتبقى 1 ناقص جيب تربيع سين الواحد ناقص جيب تربيع سين هي جتة تربيع سين فبصير عنا 4 جتة تربيع سين ضرب جتة تربيع سين بيساوي 4 جتة أس أربعة سين وهو المطلوب فرع ها جيب سين على قاطع سين يساوي 1 على ظل سين زائد ضتا سين أول إشي رح نبدأ من الطرف اليسار واحد على ظل سين زائد ظتا سين يساوي بس تبدل الظل والظتا بجيب وجتا فظل سين بتساوي جيب سين على جتا سين أما ظتا سين بتساوي جتا سين على جيب سين بوحد المقامات في المقام بصير عنا واحد على جيب تربيع سين زائد جتا تربيع سين على جيب سين جتا سين جيب تربيع زائد جتا تربيع بيساوي واحد بضل لنا جيب سين جتا سين بمقام المقام فبيصيروا بسط البسط فبيصيروا جيب سين جتا سين الجتا بحولها لواحد على قاطع فبيضل لنا جيب سين على قاطع سين وهو المطلوب فرع واو واحد ناقص جتها على واحد زائد جتها يساوي قتها ناقص غتها لكل تربيع أول خطوة رح نبدأ بالطرف اليسار طالما الطرف اليمين جتا فمعناه رح نتخلص من القطع والظتا بنحول قطعها لواحد على جيبها والظتا لجتها على جيبها من واحد مقامات بيصير البسط واحد ناقص جتها والمقام جيبها طبعا لكل تربيع بوزع التربيع على البسط والمقام بيصير عنا البسط واحد ناقص جتها لكل تربيع والمقام جيب تربيعها يساوي البسط نتركه مثل ما هو أما المقام بحوله لجتا ليش؟ لأنه كل الطرف اليمين جتها فأنا لازم أتخلص من الجيب بحول الجيب تربيع على 1 ناقص جتة تربيعها بحللها كفرق بين مربعين بصير عنا 1 ناقص جتها لكل تربيع بالبسط 1 ناقص جتها ضرب 1 زائد جتها بالمقام بتروح التربيع مع 1 ناقص جتها بيبقى بالبسط 1 ناقص جتها وبالمقام 1 زائد جتها وهو المطلوب فرع زين ظطا سين على 2 يساوي موجب أو سالب 1 زائد جتها سين على جيب سين الظطا هو مقلوب الظل فهو 1 على ظل سين على 2 بنشوف متطابقة ظل نص الزاوية اللي هي 1 ناقص جتها سين على 1 زائد جتها سين تحت الجذر فبما أنه نحن بدنا المقلوب فمنقلبها بتصير 1 زائد جتها سين بالبسط 1 ناقص جتها سين بالمقام طبعا جذر وموجب سالب هلا الطرف اليسار ما فيه جذر فواضح أنه رح يكون فيه عنا إشي تربيع عشان نتخلص من الجذر رح نضرب البسط والمقام بإشي اسمه المرافق أش هو المرافق؟ المرافق هو القوس التاني من الفرق بمربعين خلينا نتفرج على المقام 1 ناقص جتها سين مرافقها رح يكون نفس الحدود ولكن عكس الإشارة بالوسط 1 ناقص جتها سين مرافقها 1 زائد جتها سين هلا 1 ناقص جتها سين و1 زائد جتها سين بتحولوا لـ 1 ناقص جتها تربيع سين اللي هي فرق بمربعين طب بيصير أضرب المقام وما أضرب البسط؟ لا طبعا ما بيصير عشان هي قضربنا البسط والمقام البسط صار 1 زائد جتها سين لكل تربيع والمقام بما أنه 1 ناقص جتها تربيع سين معناه جيب تربيع سين بما أنه في تربيع بالبسط وتربيع من المقام فالتربيع والتربيع بيروحوا مع الجذر بضللنا 1 زائد جتها سين على جيب سين هو المطلوب فرع ح جيب 2 جيم على 1 زائد جتها 2 جيم ضرب جتها جيم على 1 زائد جتها جيم يساوي ظل جيم على 2 أول إشي ببدأ بالطرف اليمين بحول جيب 2 جيم وجتها 2 جيم لمتطابق أضع في الزاوية بيصيروا 2 جيب جيم جتها جيم على 1 زائد جتها تربيع جيم ناقص جيب تربيع جيم ضرب جتها جيم على 1 زائد جتها جيم هلأ المقام صار عبارة عن 2 جتة تربيع جيم لأنه 1 ناقص جيب تربيع جيم تتحول لجتة جيم بنختصر ال2 مع ال2 والجتة والجتة مع الجتة تربيع بضلنا بالبسط جيب جيم وبالمقام 1 زائد جيب جيم بس إحنا لازم نوصل لجيم على 2 فمنرجع من طبق متطابقات ضعف الزاوية على الزاوية جيم فبصير عنا 2 جيب جيم على 2 جتة جيم على 2 والمقام 1 زائد 2 جتة تربيع جيم على 2 ناقص 1 ليش اخترت هاي الصورة؟ لأنه المقام بده جتة عشان هيك اخترت الصورة اللي فقط فيها جتة بالأخير البسط صار عنا 2 جيب جيم على 2 جتة جيم على 2 والمقام عبارة عن 2 جتة تربيع جيم على 2 واحدة من الجتة بتروح مع واحدة من الجتة بالمقام والثنين مع الثنين بتضليل اللي جيب جيم على 2 على جتة جيم على 2 بتحولوا لظل جيم على 2 وهو المطلوب السؤال الرابع إذا كان ظل 2 جيم يساوي 7 على 35 جد قيام ظل جيم هلأ إذا حكى لنا قيام فإحتمال أنه يطلع معنا أكتر من قيمة لظل جيم خلوها ببالكم أول إشي نستخدم متطابق الضع في الزاوية ظل 2 جيم تساوي 2 ظل جيم على 1 ناقص ظل تربيع جيم هلأ ظل 2 جيم بستبدلها ب7 على 35 تساوي 2 ظل جيم على 1 ناقص ظل تربيع جيم بضرب ضرب تبادلي بتسير 7 ناقص 7 ظل تربيع جيم يساوي 70 ظل جيم بقسم كل المعادلة على 7 وبخليهم كلهم على نفس الطرف بتتحول لظل تربيع جيم زائد 10 ظل جيم ناقص 1 يساوي 0 طبعا هاي المعادلة صعب تحليلها فمنفكر بالمميز والقانون العام أول إشي المميز باتر بيع ناقص 4000 جيم يعني 100 ناقص 4 في 1 في سالب 1 يعني 104 ظل جيم شو رح يساوي لأنه المتغير فظل جيم رح يساوي سالب با زائد ناقص جذر المميز على 2000 يعني سالب 10 زائد ناقص جذر المية واربعة على 2 وهاي هي قيم ظل جيم قيمتين الأولى سالب 10 زائد جذر المية واربعة على 2 والثانية سالب 10 ناقص جذر المية واربعة على 2 السؤال الخامس إذا كان جتها يساوي 4 على 5 وها بالربع الرابع جد قيم كل مما يلي والمطلوب جتها 2 ها بنحط متطابقة ضعف الزاوية اللي هي 2 جتها تربيع ها ناقص 1 ليش اخترنا هاي الصيغة؟ لأن المعطيات جتها فعشان هيك احنا بنحط بدلالة جتها 2 ضرب 4 على 5 تربيع ناقص 1 يعني 2 ضرب 16 على 25 ناقص 1 من 1 مقامات بطلع بالأخير الجواب 7 على 25 في رعبا بدهم جيب 2 ها بنحط متطابقة جيب ضعف الزاوية اللي هي جيب 2 ها يساوي 2 جيب ها جتها بس أنا محتاجة أجد جيبها فبحط على المثلث 4 و5 اللي هي معلومات جتها وباستخدام في ثاكورس بتطلع معانا ضلع الثالث 3 فبطلع 2 ضرب سالب 3 على 5 بينه بالربع الرابع ضرب 4 على 5 من المعطيات بطلع سالب 24 على 25 فرع جيم ضل 2 ها فبطلع عنا جيب 2 ها على جتها 2 ها 7 على 25 على سالب 24 على 25 بطلع سالب 7 على 24 فرع دال بده جيب ها على 2 رح أجيب جيب ها على 2 من جتها جتها بتساوي رح أعتبرها ضعف زاوية يساوي 1 ناقص 2 جيب تربيعها على 2 بعوض 4 على 5 تساوي 1 ناقص 2 جيب تربيعها على 2 بحل هاي المعادلة بنقل الواحد على الطرف الثاني بواحد مقامات بضرب بسالب نص عشان تروح السالب تنين بصير عنا جيب تربيع ها على 2 يساوي 1 على 10 باخد جذر تربيع على الطرفين موجب سالب بصير عنا واحد على جذر العشرة ولكن فقط أخدت الموجب الزاوية ها بالربع الرابع نصها رح يكون بالربع الثاني فرح يكون الجيب موجب فرع ها بدهم جتها ها على 2 من المثلف باستخدام الواحد على جذر العشرة بطلع ضلع الثالث باستخدام فيثقورس بيطلع 3 يعني جتها ها على 2 يساوي سالب 3 على جذر العشرة ليش؟ لأنه ها على 2 بالربع الثاني وبالربع الثاني الجتها سالب أما ضل ها على 2 رح تكون الجيب على الجتها يعني سالب 1 على 3